أبو موسى عمري 53 سنة موليد الرملة الرملة قبل 48 كانت جنة أول إشي كان الجيش العربي وانسحب الجيش العربي وسلموا البلد بعدين كانت الدعاية الصهيونية عملوا ملحمة دير يسين على بناء يقتلوا الأطفال يقتلوا الحريم اليهود عملت دعاية دير يسين لأنها إذا بتضل الفلسطينيين بالبلاد عمرها ما تصير دولة إسرائيل أجرنا 15 أيار لأنه أجو اليهود استحلوا بلادنا ونطلعنا من البلاد وميتها استحلوا اليهود أجو خشوا وقالوا للشباب ويطلعوا وناموا في الدورة أو في الجوامع إحنا بكسهم رحنا على الدير أجو الصبحية اليهود خشوا أهل والشباب ورجال كل هيتهم صف عشاء أخذوا الشباب ورجال وضلوا الأولاد الصغار وبناتهم الحريم والاختيارية أعدنا طول النهار بعدين أجو بزار تحملونا وودونا على سلفيت على الحدود أعدنا ثلاثة أيام صلنا حدود العرب أجو سيارات حملوا الأطفال وحملوا الاختيارية والنسوان ودوهم على رمضة سبعة أيام قالوا يلا على عمان 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 سأجرنا أربع عائلات سيارة وروحنا على عمان أعدنا من الصبح للساعة 8 بالليل وحنا نستنى دخلونا على عمان الساعة 8 آخر سكرنا الجسر لما سكروا الجسر قالوا يلا الله كل جماعة يركبوا بسيارتهم على عقبة الجبل ركب معانا شرطي وجابنا على عقبة الجبل جينا على عقبة الجبل هين ما فيش حد فيه بيوت حد بيوت شعر بقوش ناس ولا بقو فيه حد الموجل أجد معانا من الجسر عدنا بطلع شهرين وجبونا خباز وما خباز والحالي تأسى والحالي منمر بعد السنة جبونا كل واحد أربع خشبات وسهم ومتين بوصة وقالوا بيتكم تبنوا كل واحد بيت أربع بأربع ضلينا قاعدين كنا نشتغل بالخضرة ولا بعد السبعة وستين بعد السبعة وستين أجد إسرائيل ساعة ستة ونص اليهود صارت تضرب من هين الشباب صاروا قولوا بدهم يتباحوا الشباب وبدهم يقتلوا الشباب وبدهم يقتلوا الحرين كان مخيم عقبة الجبل خمسة وستين ألف نسمين بيوم واحد كلهيتهم شردوا احنا كسا من اللي رحلنا على عمان لما رحلنا قعدنا شهر بعمان قعدنا جينا تسلل جبت العيال والولاد بقى معي ولدين وبنت بعد ما جبناهم قالوا فيه احصى حصونا وقعدنا محلنا بضربة وقعدنا وفتح الدكان وصرت أبيع وأشتريع لما تركنا للبلاد قعدنا بطلع فوق الأربع خمسة سنين كل ما تيجي أخبار صوت العرب نستنى هديئة نقول بكرة بنرجع وبعده بنرجع يعني قعدنا أكتر من عشر سنين نتأمل أن عربنا نرجع بلادنا بعدين لما يقسنا قعدوا وسكنونا وجابونا خشب وجابونا إيشو بنينا وقعدنا شو بدلا تساوي يعني جزر الله حتى كلمة في أمل الله حتى والله بتأمل أمل كبير الحمد لله إن شاء الله